أيضا سيدة انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية عبرت عن سعادتها بالعروض المبهرة اللي شافتها على مصرح شباب العالم وكتبت سيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بفيسبوك وقالت اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم هنا في شرم الشيخ في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش وقالت كمان أن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان ووجهت التحية لكل مبدع وكل شاب وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة الحقيقة أنه مصرح شباب العالم السنادي في المنتدى ويمكن دي نسخة التالتة من المصرح لأنه ابتدى بعد منتدى شباب العالم بسنة موجود فيه عروض مختلفة ما فيش عرض شبه التاني والمختلف كمان السنادي على مصرح شباب العالم أنه بعد توجيهات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بأنه يكون فيه ورش تحضيرية موجودة في المصرح بحيث أنه كل الأغاني وكل العروض المصرحية لحضراتكم هتشوفوها على مصرح شباب العالم تكون اتعملت هنا في شرم الشيخ نتاج وثمرة لتجمع هؤلاء الشباب من دول مختلفة ينتج المصرحية بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه يمكن يعني شفنا عروض مختلفة وأول حاجة نتكلم عنها هي أغانية الافتتاح اللي اتعملت بخمس لغات مختلفة اتعملت هنا في شرم الشيخ نتكلم كمان مبارح كان فيه عرض لفرقة ريدا طبعا فرقة ريدا كلنا عندنا ذكريات حلوة معاها وهي جزء كبير من طراثنا ومن ماضينا وكمان من حضرنا وشوفنا مبارح عرض مميز لفرقة ريدا وإحنا بنتكلم كمان عن المصرح وعن الحاجات الفنية اللي اتعملت فيه المصرح والعروض التفاعلية كان فيه كمان هنا عرض لفريق انترناشنل باند والحقيقة أنه المختلف أنه الفرقة دي زي ما كنت بقول حضراتكم اتأسست هنا في مصرح شباب العالم من أفرادها من روسيا وجابي والكاميرون ونتج عنها يعني النتاج فني كان الجميع متفاعل معان بارح وكان فيه كمان عرض من البارغوي لبنتين توقم متطبقين كانوا بيغنوا سوا والجمهور تفاعل معاهم بشكل كبير وايضا وإحنا بنتكلم عن المصرح طبعا ما نقدرش ننسى يعني ما نقدرش طبعا ننسى وإحنا بنتكلم عن المصرح العرض المبهر اللي بيعمله الكبير المبدع المخرج خالد جلال كل سنة هو بيعمل مصرحية الافتتاح المصرحية طبعا السنة دي كانت بأربعتاشر لغة لأربعتاشر جنسية مختلفة والفارق السنة دي إنه ما كانش فيه ترجمة للغات المقصود من ده إنه الفن بيوصل للناس أين كانت لغته أين كان يعني الرسالة اللي بيحملها من خلال الفن من خلال الثقافة بنقدر نفهم بعض ودي اللغة المفروض نفهم بها بعض وأيضا كان فيه مصرحية اسمها سالب واحد دي مصرحية شبابية إنتاج المعهد العالي للفنون المصرحية أكاديمية الفنون ودي حصة للحقيقة جوائز عدة محلية وعالمية وبتعرض لأول مرة على مصرح شباب العالم وبتتكلم عن دول الهمم ومعاناتهم في المجتمع وزي نقدر يتم دمجهم داخل المجتمع وده بيتطفق مع ما تتخذه دولة مصرية من نهج لأصحاب الهمم ومساعدة أصحاب الهمم وتقدرهم في المجتمع بالشكل اللائق بهم